كاس العالم الأندية بعض الناس اللي كانت بتحفل على النادي الأهلي في كاس العالم الأندية النادي الأهلي عشان ينعب في كاس العالم الأندية دي طبعاً بطولة عالمية مش بطولة محلية ولا بطولة أفريقية بعض الناس تقولك ايه؟ أصلا هو مرش صفة لا صفته انه هو كان الوصيف بتاع البطولة اللي فاتت وشفته الظلم اللي كان في البطولة سواء من الاتحاد المصري او من الاتحاد الافريقي وحبه حيقولك يا سيدي جامل النادي الاهلي يا سيدي جامل النادي الاهلي النادي الاهلي لعب تمن كؤوس عالم اللي هي خاصة للقرات الاندية وحقق فيهم تلاتة برونزية يعني عارفين حقق فيها تلاتة برونزية وبعدين هم بلعب ايه مع كل قرات العالم مش محل هنا لا مفيش احتواء هتكلم عن الاحتواء كل القرات مفيهش فريق مثلا لعب ماتشا ده حصل على تلاتة برونزيات ده المرة التالتة وسط وسط مين وسط عزماء المرة ده حقق رابع ولعب ماتشاة مع مدارس مختلفة من القيانوس اللي هي امريكا الشمالية وبعدين امريكا اللاتينية وبعد كده اوروبا وبعد كده مع مين مع نادي القارن احسن نادي في العالم اللي هو نادي ريال مدريد نادي ريال مدريد لا بعظمته ده فريق اللي يلعب معه مباراة والدية ده معناها يعني ده شرف ما بعده شرف ما بالك بقى ان النادي الاهلي بلعب مباراة رسمية ويخسرها من احسن فريق او من اعزم فريق على مستوى العالم هتقول لي ما انت خسرت اربعة سير المباراة لا يدل على النتيجة النادي الاهلي ضيع اهدف بالجملة ولعب مع الكبار هيقول لك السريال ما ده كان بلعب مناقس مش عارف بنزيمة ومين 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 الفرق الاوروبية دي ما بتعتمدش على واحد او اثنين النادي الاهلي كان عنده فرصة انما الخبرات بقى هنا بنقول ولعب بشجاعة وكسب دعاية عالمية كل ده ايه مجانا بدون مهدفع دولارات وكسبنا برضه في البطولة دي عشانتوا بعارفين ما هالبطولة دي لها مكاسب كتير جدا لعيبة عندك ظهرت بصورة غير عادية وكسبت مدي ولعبت قدام احسن فرق في العالم ولعبته قدام نادي القرن اللي اي نادي في العالم كله يتمنى يلعب معاه قالك لا ده 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 خسر اربعة ايه ما يخسر اربعة ايه المشكلة انت بتلعب قدام مين قدام لعيبة شوفوا تقييم لعبي ريال مدينة دي وشوفوا لعبة وقيموا لعبة النادي الاهلي الخبرات هي اللي بتفرق والتمن بتاع كل الناس دي هو اللي بيفرق وكده بقى عشان اقول لكم سبكم انا بقول لي جمهورنا بقى سبكم اللي بيشككوا هم بيش عاوزين اي حاجة حلوة فيه ناس قاعدة كده للقرف فيه ناس قاعدة انها تشككك زي الانجازات بتاعة الدولة اللي بتحصل عندنا فيه بعض الناس بتطلع وتتكلم وكل واحد عايز يبقى الترند ويكسب من قراءة الترند ويعمل نفسه ان هو عالم في كل شيء انا بقول للجماهير النادي الاهلي فرقتكم النادي الاهلي رجع تاني النادي الاهلي بقول لكل الجماهير كل جماهير النادي الاهلي عايزينكم تدعموا ناديكم وعاوزكم تدعموا الجهاز الفني والاداري وكله وفي النهاية عاوزكم بقى تقفوا وراء ادارتكم اللي هي ادارة النادي الاهلي عارفين يعني ايه ادارة النادي الاهلي النادي الاهلي كان بيعاني من سنتين النهاردة بيلعب قدام ريال مدريد وبيلعب معاه ندي ند وفاخر اربع دقايق الخبرات اش بقول اش ببرر فيه اخطاءها فيه اخطاء عشان كده انا بقول يكفي ان النادي الاهلي لعب قدام نادي ريال مدريد نادي القرن وعمل المباراة غير عادية النادي الأهلي لعب ثمان بطولات في كاس العالم الأندية بعض الناس ملعبتش ممكن النادي في أفريقيا وعلى مستوى العالم النادي الأهلي نما لعب قدام ريال مدريد ظهر بصورة غير عادية ولعبة زهرت بدون ما أقول بس ما ستكتلي عشان في قناة الأهلي بتبالغ والله العظيم بشرنا اللي بأقول وباعدين لازم أفتخر لما بقول النادي الأهلي النادي الأهلي هزم عظيم وعالمي ويكفي إنما يكون رئيس النادي بتاعي أنا اللي أنا لعبت فيه وتربت فيه وكان زميل لي في الملعب لما معظم الجرائط الأسبانية لما بتعمل معه انترفيوه بينزل على مستوى العالم كله انت عارزين إيه تاني عارزين إيه تاني وراجل مؤدب وراجل محترم وراجل ما بيردش على حد وراجل ملتزم أنا هتقولي ممكن شهدتي مجروحة شوي عشان إنما أنا بقولي الحقيقة لا بقى يفرق معايا قناة ولا يفرق معايا أي حد تاني أنا بقول لكم الحقيقة عشان كده أنا عايز جماهيري النادي الأهلي دعم فرقتك كويس قوي وقف ورى جهازك الفني وقف ورى إدارتك لأن الإدارة بتحاول تعمل كل حاجة عشان تسعد الجماهير كاس العالم أسعدتونا أنا واحد من الناس بقولي النادي الأهلي رجع سيبكو حيقولك أصلي هم مش عايزين حد يظهر خالص ولا عايزين حد فيهم هم أي فرقة بتكسب فرقة صويرة بيقعدوا يهللوا ليلة ونهاروا يجيبوا ناس ويتكلموا لو تفتكروا أنا قلت لكم ضمن الحلقات من الحلقات اللي فاتت اللي هي صفقات النادي الأهلي صفقات الشتوية والصفقات القوية جدا نحن تكلمنا عنها أنا مش قلت لكم مثلا إن في صفقة قوية جدا النادي الأهلي هم كانوا صفقتين منهم واحد اللي احنا اتعقدنا معاه والتاني مرضاش ييجي مصر طبعا أغلوا السعر وباش السعر واللي سمعوه من الصحافة المصرية والإعلام المصري قال لك لا 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 انتوا ما عندوكوش نظام عشان كده كان لعيب كبير قوي بدون ذكر أساني كان لعيب كبير قوي بقول لكم اللي شافوه وسمعوه في الصحافة البرامج بتاعتنا الهالس دي سمعت قدت لك لا 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 نروح فين ما فقاش حاجة لكن النادي الأهلي ضم أكتر من لاعب في الشتاء والعيبة كلها متميزين وشوفناهم في كاس العالم مروان عطية خالد عبدالفتاح وكريستو كريستو اللي هو اللعيب ده أنا بقول لكم ده هيبقى مستقبل اللي النادي الأهلي مستقبل كبير هو اللعيب التونسي اللي جيب من تونس يعني وقاديكم شفتم مروان شفتم خالد عاملين مباريات عالية قوي 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 وأخيرا عشان أثبت لكم كلام إن أنا مكنتش بقولي الكلام ده كده في الهوى وخلاص لا صدق الجام ده جدا اللي هو الجزائري أحمد قندوسي اشتركوا في القناة